اشتركوا في القناة ويعرف الطف أهمية الصداقة وأهمية احترام وتقدير الآخرين أنا وزيد نحب لعب كرة القدم كثيرا وفي مرة كنت أنا في فريق وزيد في الفريق الثاني تصابقنا أنا وزيد على الكرة وكان هدفي أن أحصل عليها ولم أهتم بأحد فجأة سقطت على الأرض فوجدت يدا ممدودة تساعدني في الوقوف نظرت فإذا هو زيد تعذبت كثيرا إنه ترك فرصة الحصول على الكرة واهتم بي قال زيد هل أنت بخير؟ فنظرت إليه بإحترام وتقدير وقلت نعم يا زيد ثم سألته هل تركت فرصة الفوز من أجلي؟ فقال زيد نعم فصداقتنا أهم من الفوز وبكده تكون قصتنا انتهت وبعدما الطفل بيخلص قرية القصة وبنسعده طبعا في قريةها بنبدأ نتناقش معاه حول القصة وفكرتها وأحدثها من خلال أسئلة بسيطة زي ما اسم اللعبة التي ذكرت بالقصة؟ ما رأيك في تصرف زيد؟ وماذا تفعل لو كنت مكانه؟ وبكده تكون قصتنا انتهت ويا رب تكون سهلة وبسيطة ولأعجبكم من الفيديو دوسوا أعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وشاركوا في الفيديو دعا مع صاحبكم علشان يستفيدوا منه ومع السلامة وفي رعاية الله